أهلا بكم وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وضرورة مراقبة الأسعار وذلك في إطار حرص جلالته المستمر على صحة المواطنين وسلامتهم لتكون على رأس أولويات المسؤولين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وخلال ترأس جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد اجتماعا لمجلس السياسات الوطني لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد أكد جلالته ضرورة مواصلة إجراءات فحوص طبية للكشف عن الفيروس وبما يضمن سلامة المواطنين وفي الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرأي بحضور سمو الأمير فيصل رئيس مجلس السياسات الوطني وجه جلالة الملك الحكومة بضمان سرارية سير العمل وبكل جاهزية أيضا وذلك أثناء هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة الوباء وأثاره على مختلف القطاعات وشدد جلالة الملك على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجول